اعتقد ان ما لا نعرفه ايضا انه اذا حدث واصيب الفرض بهذا المتحور الجديد هل ستكون الاصابة اشد من الاصابات السابقة بمتحورات اخرى ما هي كلمة العلم في هذا المجال لا نعرفه حتى الان فنحن مازلنا ننتظر لمعرفة مدى قوة ذلك المتحور فنحن لا نعرف في الواقع ما اذا كان سوف يشكل موجة جديدة لتكون الموجة الرابعة لتلك الجائحة لكن الجميع يلتزمون جانب الحضر فنحن لا نعرف حتى الان ما اذا كان سيشكل موجة جديدة لجائحة كورونا ام لا وما زال السؤال بدون اجابة ولا زلنا في انتظار ما الذي سيسفر عنه ذلك المتحور كان المغرب من اقوى البلدان في مواجهة الوباء لقد كان في طليعة الدول المبادرة بالتطعمات في افريقيا واغلق ابوابه لاشهر عديدة في 2020 وحضر الاسبوع الماضي مرة اخرى الرحلات الجوية الدولية والتجمعات الكبيرة لمدة اسبوعين على الاقل ما هو تقييمك لهذه الخطوات هل هي مبررة وكم من الوقت تعتقد انها ستستمر ليس فقط في المغرب ولكن في اي مكان اخر اولا فان معظم الحكومات لا تعرف ما الذي يتعين عمله بالضبط لذلك لجأ الجميع الى اتخاذ اجراءات وقائية مثل اغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية وما الى ذلك وبطبيعة الحال عندما تحد من تحرك وانتقال الاشخاص فانك تحد من انتشار الجائحة وهكذا فان تلك الاجراءات تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن عندما توجد جائحة كهذه فان الامر يحتاج الى ان يقوم العالم كله بالاغلاق لحيث تكون الاستجابة استجابة عالمية لذلك اعتقد ان قادة الدول العالم اخفقوا لانه كان يتعين فرض الاغلاق في وقت مبكر من عام 2020 لمدة شهر وكان يمكن للفيروس ان يختفي لانه لو تم اغلاق كل شيء فان فترة حضانة الفيروس كما نعرف هي اسبوعان هكذا فانه خلال شهر من الاغلاق العالمي كان يمكن انحصار تلك الجائحة مما كان ساجعنا قادرين على انهاء الاغلاق ولكن ما حدث ان بعض الدول اغلاقت بينما وصلت دول اخرى فتح حدودها هذا هو ما تسبب في المشكلة اغلاق الحدود بالطبع اجراء صحي يحول دون دخول اي متحور جديد الى الدولة وبالطبع فان التطعيم هو الخطوة الصحيحة الواجب اتباعها لذلك اشهد بالمغرب لتعامله الجيد مع الجائحة بطريقة جادة واحترافية